مع تعقد الوضع الإنساني في السودان وانعكاسه بشكل كبير على أداء القطاع الصحي دعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف القتال للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري قال إن المنظمة العالمية رصدت تدهورا مؤلما للوضع الإنساني الصعب في السودان مؤكدا أن الصحة العالمية ملتزمة بمواصلة العمل في السودان شرط عدم وجود معوقات أو مخاطر على موظفيها سنواصل بإذن الله العمل لتحقيق رسالتنا المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا في بيئة تسمح لنا بالعمل دون عوائق ودون تعريض موظفينا للخطر ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان قال إن المنظمة تسعى إلى توصيل الخدمات الطبية للمحتاجين إليها في السودان إلا أن استمرار الاشتباكات يعوق ذلك المشكلة الرئيسية الآن كل ما نقدمه محدود جدا بسبب كثافة العمليات الحربية الموجودة في الغرفهم وعدم إمكانية إيصال الإمدادات إلى الأماكن التي تحتاجها هذه الإمدادات ومع تواصل الاشتباكات لا تزال الاستجابة الإنسانية في السودان تواجه معوقات كبيرة وسط تزايد القلق من تصاعد حدة الاشتباكات وعدم الالتزام بالهدنة المعلنة بين كلا الطرفين ما ينذر باحتمالية انهيار نظام الرعاية الصحية بالكامل